أعزائي المشاهدين سوف نتحدث اليوم عن مرض المرأسة المخية وهو مرض يسبب أعراض عصبية للمعز والأغنام سوف نتحدث عن الأسبابه وأعراضه والوقاية منه وعلاجه أعزائي المشاهدين بتتم العدوى بابتلاع البيضات التي تخرج مع أبراز الكلاب أو الثعالي وتلوث الغذاء وماء الشرب وفي الأمعاء يتخلص الجنين من الجدار الخارجي للبيضة ويخرج جنين ذو ستة أشواك ثم يقوم باختراق قدار الأمعاء ويصل إلى أحد الأوردة الصغيرة في المخ والنخاع الشوكي واجتمل نمو الطور اليرقي مكون كيف المرأسة الذي يصل قطره إلى خمسة سنتر وله قدار شفاف ويحمل بداخله حوالي ميت رأس وهذه الأكياس هي مصدر العدوى في الكلاب والثعالي من الأعراض العصبية بنجد رقود الحيوان علامات المرض يعني على الأرض وفقدان الشهية وخلال المرحلة الحادة بتحدث للأغنام حالة من العمى والترنه ورعشة العضلات والأغنام التي بها أكياس بالغة خمسة سنت تقريبا نرى فيها نظرات زائغة ونزول لعاب شديد ويجري الحيوان بجنون مع تشنجات وانحراف العين والرأس والماشي في دواء وإذا وصلت الياركا إلى النقاع الشوكي يظهر على حركة الأرجل الخلفية أعراض شللف على رجل واحدة أو القدمين ويجب الانتباه إلى نقطة هامة في التشخيص وأن ضغط الحرارة بتكون طبيعية طيب هلنعمل عملية تقاية ونعالج وبما أن الكلاب هي مصدر العدوى فيجب حجز الكلاب الموجودة مع الأغنام في حجرة لمدة لعدة أيام وإعطائها مضادة فيليات اللي هو النكلوديمة بمعدل 15 ميلي جرام لكل كيلو جرام من الوزن الحي ومعدل ربح إلى واحد بلعة أرسي يعني جرع كجرعة واحدة فقط ونقوم بحرق براز الكلاب بعد المعالجة وننضف المكان طيب بالنسبة للمعز والأغنام بقى اللي ظهر عليها لأعراض المرض يبنعليجهاش ولكن يتم ذبحها والتخلص من كيس المرأس المعدي بالحرق ممنوع نأكل رأس فيها مصابة للكلام ويعالج بقى طب بقى قطيع بقى عاوزين نعمل له قاية هندي له مركب برضو النكلوديمة أو النكلوصامايت هو اسمه نكلوصامايت الشركة نكلوديمة بمعدل 75 ميلي جرام لكل واحد كيلو جرام من وزن الجسم الحي وبمعدل جرعة واحدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيكم جودة فرق قناة فرق فار بسلات الماعز والأغنام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة